اهلا بحضراتكم في هذه التغطية ما فيش شك ان مصر مليانة بالكنوز اللي بتؤكد لنا التنوع بين عظمة التاريخ وروعة الحضر هنتكلم نهاردة عن اكتشاف جديد سجلوا العلماء باكتشاف عظام زاحف بحري اسمه الموززور بسحراء واحد الدخلة في الوادي الجديد والذي يرجع تاريخه الى العصر التبشير الحقيقة ان هذا الحيوان كان يبث الرعب في البحار قبل اكثر من خمسة وستين مليون سنة حيث تم العثور على بقايا هذا المفترس البحري بعد جهود كبيرة بدلها فريق بحثي مشترك بين جامعتين الوادي الجديد وعين شمس طبعا هذا الاكتشاف يؤكد ان هذه المنطقة كان بها بحار واسعة منتدة عبر القرار تحوي اعداد هائلة من الزواحف البحرية العملاقة والتي كانت تعيش بجوار شواطئ بحرية بقارة افريقيا الحقيقة ان هذا الكشف العلمي يعد الاول من نوعه الذي يتم تسجيله بمصر ويرجع تاريخه الى العصر التبشير العلوي خلينا اقول حضراتكم ان الصحراء الغربية بمصر تعتبر واحدة من اغنى صحاري العالم التي تحتوي على تراث طبيعي متميز يوضح تاريخ الارض وشكل وظروف الحياة القديمة عبر ملايين السنين مثل موقع وادي الحتان وجبل قطراني بالفيوم والوحات البحرية وسيوى ومنخفض القطارة بالاضافة الى وحات الدخلة والخارجة والفرفرة بالوادي الجديد ايضا واحدة الدخلة بالوادي الجديد تمتلك مواقع في غاية الاهمية والتي تحتوي على بقايا زواحف وحياة بحرية اخرى كانت تعيش على شواطئ البحر التيثي منذ اكثر من 65 مليون سنة وهي معلومات هامة جدا للحياة البحرية لقارة افريقيا خلال هذا العصر ايضا قال الفريق البحثي ان الموززور هو زاحف بحري منقرد في اواخر العصر التبشير وهي الاكثر انتشارا وافتراسا بين الكائنات البحرية في ذلك الوقت ايضا يشبه هذا الكائن تنين كومودو الذي يعيش الان في جزر اندونيسيا وتم اكتشاف هذا النوع الجديد لهذا الزاحف من سخور الدخلة في اواخر العصر التبشيري في السحراء الغربية لمصر في الوحاة الدخلة لفريق علمي مشترك بين جامعة الوادي الجديد وجامعة عين شمس وبعض الخبراء من جامعة اجنبية وتم العثور على عظام الجمجمة وبعض الفقرات وبعض الاسنان واكد احد اعضاء فريق البحث العلمي ان الاكتشاف الحالي لا يقتصر على كون اكتشاف جديد فقط ولكن وجوده في مصر مع وجود بعض الانواع الاخرى ففي افريقيا يوضح الانتماء الجغرافي للاجناس المتقاربة من الناحية التطورية لبيئات محددة وايضا تمت مراجعة بعض الانواع المنشورة سابقا ووضعها في سياقها التطورية الصحية حيث يتميز النوع الجديد الموصوف بعظام تعكس حجم كبير للعين ليساعد الكائن على رؤية ليلية افضل لاستياد فرائسه كما هو الحال في الانواع ذات الصلة المكتشفة في دولة المغرب بالطبع فان هذا الاكتشاف العلمي لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة عدة رحلات استكشافية للعلماء تواحد الدخل في المحافظة الوادي الجديد والتي تميزت بالعديد من الاكتشافات العلمية مستمرين في تعطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم